موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية أهلا بكم في إطار اهتمام السلطة المحلية في دعم المشاريع الصغيرة وتحسين معيشة الصيادين والمزارعين وقطاعات العمل والإنتاج المختلفة بمحافظة أبيان افتتح محافظة أبيان أبو بكر حسين سالم برنامج التمويل الصغير بمديرية زنجبار مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده الزميل ردفان عمر افتتح محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم فرع برنامج التضامن للتمويل الصغير والأصغر بمديرية زنجبار عاصمة محافظة أبيان لدعم المشاريع الصغيرة في القطاع السمكي والقطاع الزراعي باعتبار المحافظة الزراعية وسمكية ويعمل غالبية سكانة بهذه القطاعات التي تشتهر بها محافظة أبيان وتتميز في كلمة الافتتاح أكد المحافظ أن البرنامج سيشكل رافدا جديدا في المجال التنموي للمشاريع الصغيرة والأصغر على مستوى المحافظة متمنيا نجاحه لدعم القطاعات المستفيدة لتحسين مستوى معيشة الصيادين والمزارعين على مستوى المحافظة تم افتتاح فرعة البنك التضامن في مركز المحافظة هذا البنك يقدم 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 البنك التضامن من أفضل البنوك المستثمارية داخل على مستوى اليمن بشكل حام ومن أفضل خدمات التي يقدمها في القطاع السمكي في القطاع الزراعي في قطاع النشاطات والخطبات الأخرى اليوم هذا افتتاح يشكر رافد جديد في أطار المحافظة المحافظة التي تعرضت تلك الحروف بيتم لانتداول مالي فيما بين جميع البنوك في أطار المحافظة اليوم هنا افتحنا هذا الفرع وقبلها بشهرين افتحنا الفرع في البنك الأهلي وحالياً في خلال الأسبوع المقبل فيكون فرع البنك المركزي في المحافظة فنالهم التوفي أبو النقاح وأهني برضى البطاع الزراعي والسماكي وقميع الناس الذين يتعاملون مع الفرع هذا يعتبر من أفضل البنوك في الثقافة والتعامل مع جميع الرواد المدير التنفيذي للبنك رفعة المعمري تحدث عن أهمية افتتاح البنك وما سيقدمه من خدمات للقطاعات المستفيدة على مستوى زنجبار وتحدث أيضاً على أمكانية التوسع على مستوى المديريات يأتي افتتاح فرع زنجبار ليشكل الفرع رقم 22 على مستوى البرنامج نعتقد أن فرع زنجبار بيكون من أكبر فروع البرنامج بإذن الله وبيكون نوا لفتح فروع جديدة في محافظة أبيل ونشكر سيادة المحافظ على دعمه الكامل وعلى وجوده معنا اليوم الشكر الجزيل لكل من خلالة الإدارة المحلية شكراً للحضور جميعاً حضر الافتتاح المدير التنفيذي رفعة المعمري ومدير فرع المحافظة الخضر ذلفي ومدير عام مديرية زنجبار سالم عكف ومستشارية المحافظة للشؤون الاستثمار والزراعة عبد الناصر يحيي اليزيدي والشيخ حيدر دحة ومدير عام الخدمة المدنية والتأمينات عيش غالب والشيخ فهمي باب رادع مدير عام مكتب الأوقاف والأرشاد بالمحافظة لقناة عدن الفضائية ردفان عمر محافظة أبيان اطلع محافظ حضر موت اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالمكلة على التحضيرات النهائية لافتتاح معرض الشهر الكريم الذي تنظمه المؤسسة الاقتصادية بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة حضر موت بإشراف السلطة المحلية بالمحافظة وخلال النزول الميداني إلى الخيمة الرمضانية الواقع بجانب مركز بالفقيه الثقافي أشاد المحافظ بالجهود المبذولة لإنجاح المعرض من قبل المؤسسة الاقتصادية والغرفة التجارية داعيا جميع التجار للمساهمة الفاعلة في هذا الحدث وتقديم أفضل العروض للمواطنين ومراعاتهم في هذه الظروف المعيشية الصعبة تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ودع المحافظ بأن تعمل الخيمة الرمضانية على توفير المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية بأسعار مناسبة ومعقولة وأن تستمر بتقديم خدماتها للمواطنين قبل وخلال وبعد رمضان لتقديم المتطلبات الحياتية للمواطنين بشكل دائم ووجه المحافظ بأهمية الالتزام بالجوانب الاحترازية خلال عملية الشراء ومنع التزاحم رفق المحافظ مدير عامي مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت سعيد صالح مرزوق ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ فارس خالد بن هلابي اطلع محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني على تقرير لجنة دراسة ووضع المعالجات لتأثير ارتفاع تعرفة النقل على الطلاب المنقولين برئاسة المستشار القانوني لمحافظة حضرموت المحامي نجيب سعيد خنبش واستمع المحافظة البحسني إلى تقرير اللجنة التي ضمت في عضويتها المسؤولين والمختصين في الجهات ذات العلاقة وتضمن التقرير لمحة حول المشكلة وأسبابها جراء عدم استقرار العملة وزيادة سعر المشتقات النفطية التي انعكست على جميع جوانب الحياة المعيشية وأعرب المحافظة البحسني عن شكره لجهود رئيس وأعضاء اللجنة وما خلصت إليه من توصيات للمساهمة في إيجاد حلول عملية للتخفيف عن الطلاب وتطوير قطاع النقل العام مؤكدا أن سلطة المحلية برغم الظروف الحالية الصعبة ستسهم في دعم مواصلة الطلاب لتعليمهم وسيشارك في ذلك القطاع الخاص وستقف بمسؤولية أمام التقرير المقدم من اللجنة واتخاذ إجراءات عملية لما ورد في التقرير نهاية هذا الأسبوع دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي محمد الحامد ومعه مدير عام فرع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مهدي عوض الجحيني مشروع تدريب وتأهيل الكادر البشري في مؤسسة المياه والصرف الصحي في المحافظة وخلال التدشين أكد الحامد على أهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية التي تستهدف رفع مهارات العاملين في مختلف التخصصات مشيدا بدعم الجمعية الكويتية للإغاثة ممثلة بمؤسسة ينابيع الخير التي تنفذ هذا المشروع فيما أشار الجحيني إلى أن المشروع يهدف إلى تدريب وتأهيل موظفي المؤسسة عن السلامة المهنية والإدارية وطرق التشغيل والصيانة الميكانيكية والكهربائية ناقش وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش العلي مع لجنة متابعة مشروع حفر بئر مياهم في منطقة صوت آل سميدع بقارة الفرس بمديرية الضليعة أسباب تعثر مشروع حفر بئر لمياه الشرب بالمنطقة وخطوات استكماله وفي الاجتماع الذي حضره مستشار محافظة حضرموت لشؤون القبائل سالم مبارك بن سميدع أكد بن حبريش على ضرورة استكمال المشروع لما له من أهمية لسكان وأهالي المنطقة كونها من المناطق الريفية والنائية داعينا المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي إلى الوقوف أمام الإشكاليات والأسباب التي أدت إلى تعثر المشروع وحلها في أسرع وقت أحيط مدينة سيئون فعاليتي الذكرى الأولى لوفاة فقيد حضرموت واليمن الأديب والباحث علي أحمد بارجاء التي نظمها مؤتمر حضرموت الجامع بإقامة معرض للصور عن مسيرة حياته التعليمية ومشاركاته الأدبية والشعرية والفعاليات الثقافية المختلفة وفي الفعالية أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء هشام السعيدي باللفتة الكريمة من الجهة المنظمة للفعالية وفاء وعرفان للقامة الأدبية الحضرمية اليمنية كون الفقيد من الرجال المميزين الذين لا يعوضون مشيرا إلى أن الفقيد سيظل خالدا في ذاكرة كل أبناء الوطن كونه خلد في وجدان الجميع أدبه وشعره وأبحاثه هذا وقد تناولت عدد من الكلمات ألقيت في الفعالية سجايا الفقيد ووفائه لأهله ووطنه وتراثه الأدبي مستعرضة جانبا من سيرة عمله الدؤوب في جوانب الإبداع في الشعر والأدبي والبحث عن الموروث الشعبي كما تخلل الفعالية إلقاء عدد من القصائد الشعرية لعدد من الأدباء والشعراء من زملاء الفقيد وأصدقائه وفي ختام الفعالية كرمت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة صندوق التراث والتنمية والثقافة بدروع الوفاء والعرفان للفقيد دشنا وكيل محافظة حضرموت المساعد للشؤون المديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي المرحلة الثالثة من حملة ليلة الواحد وعشرين رمضان ضمن مشروع الاستجابة الطارئة الذي تنفذه العون المباشر بالتعاون مع مؤسسة أمل للتنمية بالتنسيق مع مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي والسلطة المحلية بالمحافظة ويستهدف المشروع توزيع الفي سلة غذائية على النازحين وذوي الدخل المحدود والاحتياجات الخاصة بمديرية سيئون وخلال التدشين أشاد الوكيل التميمي بالتدخلات الإنسانية للعون المباشر في توفير أهم الاحتياجات الأساسية التي تسهم في تخفيف معاناة عدد من الأسر المحتاجة لا سيما في الظروف الراهنة التي تشهدها بلادنا اختتمت بمدينة سيئون دورة تدريبية في مجال أساسيات الصياغة الخبرية وإتقان فن التصوير الفيتغرافي نظمها مكتب وكالة الأنباء اليمنية سبأ بالوادي والصحراء بشراكة والتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة تزامناً مع اليوم الوطني للإعلام مزيد من التفاصيل في التقرير التالي تزامناً مع اليوم الوطني للإعلام المصادف للتاسع عشر من مارس من كل عام نظمت وكالة الأنباء اليمنية سبأ مكتب سيئون بالشراكة والتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة بوادي حضرموت والصحراء وبتمويل من السلطة المحلية دورة تدريبية في مجال أساسيات الصياغة الخبرية وإتقان فن التصوير الفيتغرافي هذه الدورة التي كرست للتدريب لحوالي عشرين متدربة من الصحفيات في مدرية سيئون استهدفت بالأساس هي إكسابهم معارف ومهارات في مجال أساسيات الصياغة الخبرية وكذلك فن إتقان التصوير الفيتغرافي الهدف من وراء ذلك هو أن يسهم في مد الأجزة الإعلامية الرسمية وكذلك الخاصة بالمواد الإعلامية والخبرية التي تنفذ في إطار مواقع عملهم ونتمنى إن شاء الله أن تكون هذه انطلاقة لمزيد من الدورات القادمة ولله الحمد نحن نشكر السلطة المحلية التي دعمت ومولت هذه الدورة ونتمنى إن شاء الله أن تكون لنا لقاءات في دورات قادمة مع أخريات لتتسع قاعدة الإعلاميات المؤهلات في مجال الإعلام وخاصة في مجال الصياغة الخبرية وكذلك في فن التصوير الفيتغرافي عشرون متدربة من الإعلاميات في المرافق الحكومية والجمعيات النسوية في سيئون تلقينا على مدى ثلاثة أيام معارف ومهارات في أساسيات الصياغة الخبرية للأستاذ الإعلامي الزميل هشام علي الثقاف وإتقان فن التصوير الفيتغرافي للمصور المحترف علاء عسكول صراحة الدورة استفدنا منها الكثير يعني خصوصا أنه مدربين ذو كفاءة وذو يعني لهم لهم مكانتهم لهم خبرتهم في ذا المجال جزاهم الله خير وصراحة نشكر للأستاذ النجاح على ما قدمته وعلى ما تابعت ورانا وجزاها الله خير صراحة نفتقر نحن لدورات كما كذا أنا سعيدة جدا بحضوري هذه الدورة لأن استفدنا كثير منها لإمامها بالمواد اللي فيها وأشكر المدربين لكفاءتهم وأنهم حاولوا يعطوننا المعلومات بشكل أسرع في فترة قصيرة نتمنى أن تنعاد الدورات هذه بشكل أكثر جهود مشتركة بين مكتب الوكالة واللجنة الوطنية للمرأة كذلك الجهات ذات الإختصاص تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق الغايات والأهداف وتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية لثلة من الإعلاميات بما يحقق إحداث تغيير سلوكي إيجابي في جانب المهارات والقدرات المختلفة وتطويرها عقد بمقر غرفة الصناعة وتجارة حضرمود بمدينة المكلة اجتماع حضره مدور عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي ونائب رئيس غرفة التجارة وصناعة ساحل حضرمود فهد بن هلابي ومدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة سعيد مرزوق وذلك بهدف إقامة معرض للمنتجات الغذائية والاستهلاكية وأكد السعيدي على أن الهدف من إقامة هذا المعرض هو تحقيق التوازن الاقتصادي في البلاد وتأمين السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية بمواد منافسة للسوق المحلي منوها إلى همية التعاون المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص ومختلف التجار كما أشار بأن المؤسسة لن تدخر جهدا في دعم القطاعات الخاصة بما يسهم في تقديم خدمة أفضل لمصلحة المواطن بشكل عام سواء في حضرمود أو غيرها من المحافظات المحررة في تنظيم فعاليات هذا المعرض الرمضاني والذي يضم الخيمة الرمضانية لكافة المواد الغذائية والاستهلاكية التي تحتاجها الأسرة في شهر رمضان بأسعار منافسة من جانبه أكد نائب رئيس الغرفة التجارية بن هلابي على أهمية العمل المشترك بين القطاع العام والخاص وقع مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن أحمد علي الداؤودي على عقود عمل لتنفيذ أربعة مشاريع خدمية وتنموية في المديرية بكلفة بلغت تسعة وخمسين مليون وخمسمائة ألف ريال بتمويل من البرنامج الاستثماري للمديرية وتتضمن العقود المرحلة الثالثة لمشروع إعادة تأهيل مبنى المجلس المحلي وتوريد مواد صيانة الإنارة ومشروع إصلاح سيارات الإطفاء بمركز الدفاع المدني وترميم غرفة في مجمع بارباع التعليمي وأكد الداؤودي على ضرورة قيام المقاولين الإسراع بالبدء في تنفيذ المشاريع مشددا على التقيد بالمواصفات الهندسية والمعايير الفنية مع الالتزام بالفترة الزمنية المحددة في بنود عقد العمل بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن أعمال برنامج التوعية والإرشاد الطبي والبيلوجي للأطفال ذوي الهمم الذي تنظمه مؤسسة الحياة لتدخل المبكر بالتزامن مع اليوم العالمي لمتلازمة داون وخلال تجشين البرنامج الذي عقد بدعم المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني وتحت شعار نحن من أجلكم نعمل لأجل المستحيل أشادت مستشارة المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني بعدا الدكتورة نجوى فاضل بالجهود التي تبذلها مؤسسة الحياة للتدخل المبكر تجاه شريحة واسعة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة واتهيات الظروف المحيطة بهم لما من شأنه تغيير سلوكياتهم وتعزيز قدراتهم للمشاركة في العامة مؤكدة أن على أولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني دورا كبيرا في هذا الجانب من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة بإعطاء الأطفال حقوقهم المشروعة وأوضحت رئيس مؤسسة الحياة للتدخل المبكر للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ابتهال المحروق أن البرنامج الذي يعقد بالتزامن مع اليوم العالمي لمتلازمة داون يهدف إلى تعزيز دور أولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني في تهيئة البيئة لإيجاد الحلول لسلوكيات الأطفال وتنمية قدراتهم العقلية ناقشت مدير مركز الطوارئ التوليدية والوليدية بمديرة صيرة رجاء مسعد مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسكان نتاليا كانيم سبول تعزيز الشراكة وتعزيز التعاون لتطوير أداء عمل المركز وطلعت مدير المركز الوفد الزائر على نوعية الخدمات التي تقدم في المركز للأم والطفل وجملة الاحتياجات التي يحتاجها المركز لتطوير الأداء والرفع بين كفاءة وجودة الخدمة مثمنة الدعم السخية للصندوق عبر وسيطه المحلي المؤسسة الطبية الميدانية والتي مكنت المركز من تقديم خدماته المجانية للأم والطفل من جانبها عبرت المسؤولة الأممية عن ارتياحها لمستوى ونوعية الخدمة التي يقدمها المركز رغم شحة الإمكانيات لافتة إلى أن الصندوق سيستمر في تقديم المساعدات اللازمة للمركز وبما يمكنه من أداء مهامه على أكمل وجهه عقدت بعدا دورة تدريبية خاصة بالتمكين السياسي والاقتصادي للنساء والتي ينظمها تكتل ثمانية مارس من أجل نساء اليمن وتهدف الدورة إلى إكساب عشرين مشاركة من الناشطات وقيادات منظمات المجتمع المدني عددا من المفاهيم المتعلقة بدور المرأة في عملية صنع السلام واتخاذ القرارات أثناء النزاعات وحماية النساء وإعادة التأهيل لضحايا العنف وأكد رئيس الهيئة الاستشارية بمحافظة عدن أبو بكر أحمد على الأهمية التي تكتسبها الدورة في تنسيق جهود المرأة وتنمية قدراتها للمساهمة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى حرص قيادة السلطة المحلية في تمكين المرأة وتعزيز دورها في هذا الجانب إلى هنا تنتهي النشرة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة